نرواتي نطيب بحضراتكم مع موجز لأهم آخر الأخبار مع دينة فضاليا دينة شكرا لك هدير أتا ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس وصارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية شملت الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي ثم محور أم قمر الذي يربط طريق الإسماعلي الزراعي والقاهرة الإسماعلي الصحراوي مرورا بطريق جنيفا وطريق القاهرة السويس وطريق القطمية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرئيس الأوكراني فلادامير زيلنسكي في كييف هذا الأسبوع وقالت الأمم المتحدة أن جوتيريش سيلتقي الخاميس المقبل لزيلنسكي ووزير خارجياته بعد زيارة له إلى موسكو أثلثاء للتشاور مع الرئيس الروسي فلادامير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية تجري الجماعيات العامة الأمم المتحدة في الأسبوع المقبلة انتخابات لاختيار بلد يحل مكان روسيا التي علقت تعضياتها في مجلس حقوق الإنسان وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان فيدريكو فيليجياس إن البلد الذي سيتم اختياره لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية وكانت الجماعيات العامة الأمم المتحدة علقت في الأستسابع من إبريل الجاري عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ماريوبول وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إنه يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول بما فيها المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية مؤكدا أنه أصبح بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة ونفى المسؤول الروسي سيطرة القوات الإوكرانية على ماريوبول أعنى الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون إمداد أوكرانيا بصواريخ ميلان المضادة للدبابات وما دافع سيزر ذاتية الدفع وقال مكرون إن باريس ستقدم معدات توصفها بالمهمة وأوضح أن بلاده لديها نفس استراتيجية ألمانيا مشيرا إلى أن باريس ستساعد أوكرانيا قدر الإمكان مع الحرس على أن لا تصبح طرفا في الأزمة قتل 33 شخصا في تفجير استهدف مسجدا في ورية قندوز شمال أفغانستان وقالت شرطة قندوز إن الحادث أصفر عن إصابة 43 آخرين مشيرة إلى أنها تحقق في نوع المتفجرات المستخدمة في الحادث كانت انفجارات عدة وقعت في مدينة قندوز ومزار الشريف بشمال أفغانستان أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار في منطقة فان نسي شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن ووصفت الشرطة حادث إطلاق النار بالتهديد النشط وحثت السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على الاحتماء وأوضحت توساء الأعلام الأمريكية أن الشرطة لا تزال تبحث عن مشتبه به مسلحة ورياضيا تأهل فريق الأهلي إلى الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه الرجاء المغربي بنتيجة واحد واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في إيابة دور ربع النهائي للبطولة وتقدم الرجاء بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق لعبه في فابريس نجومة ثم نجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل الثمين في الدقيقة الأربعة وأربعين من شاط الأول عبر ضربة رأسية من المدافع محمد عبد المنعم فيما أهضر علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة السابعة عشر كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة اثنين واحد ليتأهل الأهلي للمربع الذهبي لدور أبطال إفريقيا بنتيجة ثلاثة اثنين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب نهاية مجزء التاسعة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر